السيب و معليكم البنات كديري اللبس عليكم تانتم بناتكنوا كاملين بخروا على خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بديتنا هذلك الموند نتاع حلوة نتاع تلوز بما انكم طلبتو بزاف طلبتو لي ايه الكعب غزال وطلبتو لي كشكيلات نتاع حلويات اللوز فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذلك الموند ده اللي في جوج بلطويات من عجنا وحدة هتاعتكم الاسرار باش نجح معكم الحلوة وديكم زوينة ما يقصرش لكم شكل تاعه هذي نخدمو العقدان تاعت اللوز حتا هذي نعطيكم الاتمينة فاتبعوا الفيديو من الاول حتا الاخير ما تنسوش تدعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوا جميع مواقع التواصل يجي معين تاعكم في الانستغرام في الواتساب في الميسنجر باش هكا تزيدوا تشجعوني هالبنات نحط لكم المزيد المزيد من هذ الحلوة تاعتوا عن اللوز او اللي كوموند اللي تكونوا فيهم حلوياتها كنت نوعي وإلا تبغيوا المزيد من هذ الحلوة تاعتوا عن البنات معلكم غير تخليوا ليه في اسفل الفيديو حطوا ليه شنو تبغيوا كان نوعين تاع الفيديوهات اللي تبغيوا هالبنات فكيف ما تتشوفوا هذ ومشكلات اللي حضرنا مع بعضياتنا هذي عندكم السير باش تجيكم الكعبة هكا مذهبة وما تجيكمش البنات من فوخة فغير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر فأول حاجة هذي نبدو بالعجين يسا نحتاجوا ليه 500 قرام متاع تحين اه البيض يكون خاص بالحلوياتها لبنات هذي يحتاجوا جوجو كل معلقة كبار متاع الكوفي ترك المشماش يكون شجاري هذي يحتاجوا للملحة معلقة متاع السكر غلاسي 100 قرام متاع الزبدة يا اما خدموا بالحيوانيا او لا خدموا بتاع البواطا شوفوا انتوما البنات اللي متوفر عندكم ومن الافضل خدموا بالحيوانيا وغادي نحتاجوا لروح الزهر تناخد منا تقريبا واحد جوجة المعلقة كصغر والباقي تنكملو بالماء بالنسبة الميات قرام متاع الزبدة فهي ثلاثة المعلقة كبارة لبناتها كعامرين انتوع الزبدة ببومات سوف يتناخد هذك الطحين تنغرب له تنضيف عليه الزبدة تنضيف عليه الكوفي تير الجاري تنضيف السكر غلاسي اللي ممكن تعوده بالعسل و تنضيف تلك النكهة نتعاد الزهر إلا ما عندكم ش نكهة نتعاد الزهر هالبنات فهي ممكن تكتافيه بكاس نتع مزهر سوف يتنرم لعذاك الطحين مزيان بهاديك الزبدة و جميع ذوك المكونات حتي تنسجم معهم سوف يتنخذوا واحد الجزء من هذه الخالي سادي تنحتفض بيجاني بان حتى بغيتو سواء بغيتو تلونها البنات بشيلون سواء بغيتو تضيفو له البودرة نتعاد الكاكاو كيف ما عندي فهي أنا دائماً الزوم العجين اللي ستعجنو إلا بغيتو تدخلوش يلويين في الحلويات نتعكم ما بغيتوش بغيتو الحلوة كلها ديكم بيضار هتتخليو العجين تتعجنوه كامل المهم تناخد هادك العجين أنا نايك فيما قلت لكم راضفتنكا نتع مزهر يعني غادي نعجن بالماء العادي ما غاديش نعجن بماء تزهر اللي ما عندوش ننكا غادي يجمع العجين تعوه بالماء نتع الزهر سوف يتنجمع العجين ضروري يكون قاسح ما يكونش جاري طرع سيدلك واحد شوية وتنقسمو الكويرات وتنديرو في بلاستيكا والعجين اللي بنا ترى كل ما وقف البلاستيكا كل ما تيرتاح وتتطلق هكا باش قلت لكم ما تجريوش باش ما يعد بكم فش فاش نكونو تنخدمو به سوف يتنجمعو فاتيك البلاستيكا وتنحطفض به جانبا اما في تلاجة او لفق البوتاجر المهم توما حتى تبغيو تخدمو به لا بغيتو تخدمو به غد لي رامل طبيعة الحال تنحطفضو به في تلاجة الجزء اللي احتفض به من العجين اللي بغيت نزين به الحالويات نتاعي تنضيف له الكاكاو البودر او للكاكاو المور وتنخلطو معه بالنسبة للكاكاو المور على حسب انتوما العجين واش بيتو يكون غامق او لنفتح من المعلقة حتى الجوش المعالق انتوما على حسب اللول اللي بغيتو إلا بغيتو تضيفو شون ملوين تاو تضيفوه وتجمعو العجينة نتاعكم بالمحدة يتدلقوها تنجرها في بلاستيكا وتحتفظو بها في تلاجة بالنسبة اللي ايه غاتي ندوزول العقدة نتاعة اللوز اللي سنحتاجو لها كيلو نتاع اللوز اللي خديتو سلقتو تنجر المحدة تيطيب ترما فيت قريبا واحدة قمسة دقيق تنجرو في بلاستيكا وتنقية تنغسلو تنشرو حتى تنشفو حد ليلة كاملة فوق شي زويف من بعد تنجل معلمتها تحنوليا ونس كيلو نتاع السكر سانيدا فكل كيلو نتاع اللوز تنحتاجو لها نس كيلو نتاع السكر سانيدا من بعد تنضيف ليه جوش تلمع القكبار نتاع القليكوز تنضيف ليه شوية نتاع المسكة الحرة مدقوقة شوية نتاع الملحة وتنضيف ليه واحد جوش تلمع القكبار نتاع الزبدة رومية او الزبدة الحيوانية صفي وتنجمع بما زهر فضروري العقدة تعنا تندلكها مزيان بمظهرها لبنات حتى تتولي لنا لين على هذا الشكل هذا وتنساج ما ذاك سكر سنيدة مع اللوزن تعنا المهم تتعلك هذيك العقدة تعنا فإلا بغيتوا تشوفها واشناش حاليكم البنات هذي العقدة هذي تنديروا واحد الحربول وتنشكلوا على شكل ثمانيتون إلا ما تنرس لنا موالوا صفرها العقدة واجدة باش نخدموا بها المهم عطوا هذيك مزيان بهذاك مظهر بالنسبة المظهر ما تنكتروش بزاف باش ما تنفخش لنا الحلوة تعنا او لا العقدة تعنا تنفخ لنا في الفرن ويخسر لنا الشكل نتاع الحلوة المهم تنعطوا هذيك مزيان وتنفرقوها حتى هي على الأشكال اللي تنبغيو وتنحطوها جانيبا هنا تندوز الورقة بالنسبة الورقة تناخد العاجين تنرش الطحين دائما تنستعن بالطحين تنطلقو شوية بالمدلك وتنورقو في هذيك الورقة الخاصة كبالعاجين اللي تتورق لنا ما عندكمش بالنسبة المبتدية أترا ماشي مشكلة هذي تتلقو العاجين يكون رقيق بالمدلك فوق البوتاجر دائما بيستعانة بالطحين واللي عندهم را غادي تديروها البنت فأول حاجة تنديروها في الرقم اللي قبل من الاخر تندوزوها تنورقوها فيه بالبعد دا نورقوها في اخر رقم باش يجينا العاجين رقيق مزيان هنا يوريتكم ولكن ما متبتاش انا عدباتني صفرة ورقة العاجين المهم يوريتكم هنا باش تفهمو يرى ضروري خاصتكم تبتوها اوليش يحتى تقبط معاكم باش ما تبقاش معدبكم خصوصا كأنا تنصور عدباتني الصراحة حييدا المهم تناخد بالنسبة الأول شكل تناخد العقدان تعين تعليز دا نوزنا وتنجير كويرات هنا را تنخدم كويرات كاملهم هنا را يتنوريكم الى كانتها كشكومون را تتخدمو الكويرات كاملهم عاد باش تندوزو وتنجيرو دزين حاد باش تندوزو تنصيبو الحلواتات ناكا باش ما تتعدبناش وباش ما يديناش يتسخو ويبديت تسخلينا العجين تعنا صافي تنجيبوش قطع دائريا تنقطعو هادوك العجين تعنا وتنحطو فسط منو العقدة وتنجمعو وتننقصو العجين الى كان كتير بالنسبة اللي كانت القطعه كبيرة بزف را تننقصو من العجين تناخد بالنسبة الشكل الول تناخد المول نتاع المعمول بالنسبة لهادي الحلوات دي را تقريبا في العقدة نتاعها 25 قرام اللي تتحتاج هاد الحلوات دي تاعت المعمول 25 قرام تاعت العقدة نتاعت اللوز صافي تندوز هادك تندير في المول نتاع المعمول بلاستيكا وتنشي بعدك هادك العجين تاعي تنضغط عليه مزيان باش تياخد ليا هادك الشكل المول نتاع المعمول وتنستعن بالطحين من الفوق باش هكما يلسقش ليا فيديا صافي تنورك عليهم مزيان وتنحيدهم تنحتهم تندوز بحال مما اه اربعة حتى الخمسة الميمي لا كانت يديكم خفيفة اربعة حتى الخمسة باش هكما يقروش لكم العاجين وينشف لكم باش ما تعدبكو مش هالبناتي لكنتو تتنقشوها راي لا بقات حتى تنشفت تتعدبي لا كانت اه نشفة تتبقى تتقطع علينا ملا افضل خدمو اربعة حتى الخمسة تلحبت وصافي باش نقشوهم دايب صافي تنجيب الطحين تنحطو حداية تندوز في هادك المنقش وتنبدا تنقش هادك هادك الحليوان تعي تنبدا تنقش هادوك هادوك الجوانيب البنات كاملين ولا هادوك هادوك الحفيرات اللي دارلين هالمعمول تنبقى نقشوهم كاملين باش تيجي شكل نتاع زوين هادوك الجوال عاد من البعد تندوزو تنزينوها بوريضات من الوسط بنسبا للبنات اللي تتلق ليهم اللوز الزيت بزافت اللي بنات تتلق ليهم اللوز الزيت وتكتبها لي في التعليق يلا تتلق ليكم اللوز الزيت ما تخافوش منو هادو تردو المح تتطيب مزيان من بعد تتجيبو هادوك العقدان تعاكم و تتكبو عليها واحد شوية نتاع الماسخون و تتبدو تتلكوها راتي تجي معا ذاك الزيت ما تتفقاش تتلق لينا الزيت غريا العقدة هي اما من اللوزها البنات ما خليتوش نشفه مزيان فاش تتلقتوه او لا تتلعتو هادوك مزيان راتي تبدو تتلق الزيت يلا تتلكات مزيان حتى فات القانون المهم صافي نجيرو ردات المطيب و تنبدو تنعاودو ندلكوها واحد شوية راتي تبدو تتجمع لنا هادوك الزيت نتاع ماشي مشكل و نخدموه بها عادية لبنات ما تتخلعوش مناه صافي بالنسبة للوريدات تناخد قطعة اللي تكون صغر من ذاك الحجم اللي قطعنا به هادوك الدائرات اللي صيبناهم بالعاجين تنقطع هادوك الدوائر و تنطويهم على اربعة و كل دائرة تنطوي على اربعة كيفما هو متح في الصورة و تنجيب بياد لبيد تنطربو واحد شوية تنجيب واحد شيتة او اللي غير بيديها الى كاتت زربو غير بيديكم بصراحة بلا شيتة سوف يتند هنا هادوك الوسط او اللي هادوك الحفيرة اللي تتكون في الوسط و تنجيب هادوك الوريدات تنحط تجويجة واحدة حدا وحدة تنجيرو ذاك بياد لبيد باش يتبتو لنا و تنحلهم بهاجك الشيتة او اللي عندو ذاك القالم هادو تحلهم به و تيكون هادو الشكل اللي والصراحة تيجي زوين تيجي عاطل اللي عندو في البلطويات و تنحطو الحلوان تاعتنا جانبانها البنات باش تنشف بالنسبة لهادو الحلوان دي را متى تحتاج متى تحتاجش نتقبوها بنفتاحها را شكل را مرشوهم بوحدوها البنات متى يحتاجش باش نتقبوها الاشكال اللي تيكونوا ما مرشوهم مش وما اللي تحتاجون تقبوهم بنفتاحها باش ما تيخسرش لنا شكل نتاعهم في الفران سوف يتنكمل بنفس الطريقة العجيل اللي عندي كامل و تندزو الشكل الثاني بالنسبة للشكل الثاني تناخد العقدة نتاعي تندير فيها تقريبا واحدة 15 جرام تنصيب العقدة كيف ما قلت لكم كاملة و تنحطها قدامي عد باش تندز تنفيني سوف يتنجيب قطعة دائرية حتيية بنفس الشكل تنجيب هذك الكويران تاع العقدة تنحطها في الوسط تنجمع هذك الدائرة في مكان شي هو ولا شي حاجة تنخرجه و تنقطع داك الفائد نتاع العجين باش ما تجينيش الحلواء عمره بالعجينة دائما تنستعنو بالطحين غير شويه هكا في سطح العمل باش ما تتسقش لنا العجين بتاعنا بالنسبة العجين اللي تنبقاو تلقي نورة تنقطوه بواحد البلاستيكا باش ما ينشفش لنا و تنجيب هذك التائرين تاعتنا انتاعت الحلواء تنحاولو نطرقوها من الوسط كيف ما تباليكم تنجرو فيها الصبع الكبيراكا باش تتكون لنا واحد بحل حفيرها من الوسط و تنجيب المنقاش اللي يكون عريضها البنات سوف يتنبدا تنقش بشكل اللي هو مايل كيف ما هو موضح في الصورة مايل و تنهز معي العقدان تاعت اللوز تنهز واحد الجزء اولا واحد الجزء معقول انتاع العقدان تاعت اللوز باش تجيني لورة يضع على هاد الشكل هادا بالنسبة لطريقة زين تاعت الحلواء دي تناخد هذوك القطاعات اللي علي شكل كوكياجا رتي ديروت قريبا واحد تلتاشل درام توفرين في الاسواق و تنجيب ذاك العجين تاعت اللي بشكل الاسواد حتى و تلقتويا اما بالمدلك اولا بالآلن ساعة التوريق و تنقطع الكوكياجا اللولا باللول الاسواد تكون بالقطاعات اللي كبيرة تنجيب القطاعات اللي صغر منها تنقطع بها اللول الابيض و دائما تنستعن بالطحين كيف ما هو مضح في الصورة دائما تنلسق بها تنجي لذاك الوسط و تنجير حفيرة بذاك الخرنت على الشيطة اللي عنده القلم را غدي دير القلم اللي تتبع تيجي هادا والشكل الثاني البنات تنحطوه حتى و جانبا باش ينشف حتى و ما تيحتاج تنتقبوه بالنفتاحة را منقوشها البنات ما تتنفخش لنا فالفران حتى ما نقوش را تيخرج منه لهوا تندوزو للشكل الثالث تنطلقو العجين بالوراقة تنجيبو واحد الحربو لنتاع العقدان تاعد اللوز تنحطوه في الجانب انتاع العجين تنجمعوه و تنسقوه بيض البيض باش ما تتحلش لنا ديك العجينة تنجيبو الموس انتاعنا تنحاولون هاك الرشمو رشي ما تيكونو قد تقريبا واحد كل الحلوة المهم فيها تجي فيها تقريبا واحد عشرين قرم و تنقطع بلموس انتاعي هادوك الحلوات تيجيو كلهم قد تقدعينيكم ميزانكم و تنحاول نقدوم تنحاول نقدوم باش يجوني على شكل اللي هو متحف دائري دائرة اللي هي متحفة تنعود نطرقو واحد شوية رموض حالبنات في الصورة حين تيخسر لهم شكل نتاعهم فاشر قطعوهم بالموس راتيخسر لهم شكل نتاعهم فتنحاول نضغرهم واحد شوية و نطرقو واحد شوية باش تيعودوا يتقدو تنجيب المنقواش اللي عريض الراس نتاعهم عريض و تندوزو فتحين دائما و تنبدا تننقوش حتى ديال بنت تندوزوها بشكل اللي هو مائل غريا بتنهزوش بزاف من العقدة غير واحد شوية مش تنهزو بزاف مش متعطيناش نفس الشكل انتاع الثانية تنهزو غير شوية من العقدة صف اذا تجي علا هاد شكلها دا بالنسبة لها دي ما عادش نزينوها هاد نحطوها في الطواكف المية وحتى هي ماتتحتاج تتقب تاييرا من نقوشة و ماريا وماتتنفخش البنت في الفران هاد ندوزو الكعب بالنسبة للكعب حتى هو وساهلة البنت هاد نطلقو العجين بتاعنا تنجيبو العقدة فيها عشرين جرام تنجيبوها على شكل حربول تنحطوها في الجن بنتاع العاجين وتنبدو تلقوشو فاديك الكعب انتاعتنا تنطلعو من الوسطة والاول عاد باش تنبدو نقادو في الجوانب ودائما تنخرجو لهوا تلسقو العاجين تاعنا على العقدة مزيان باش يتبتع اليها باش ما تنفخش لنا في الفران باش ما يكونش فيها شي هكا شي شي تبوي قا تنطلعو على هوا دائما تنخرجو لهوا وتنحوولو نضغطو وتندوزو الجرارة سوف يترحطو حتى هوا فتوا بالنسبة للكعب البنت تراتي تتقب الكعب تتتقبن زيان باش ما يتنفخش لنا في الفران هادي نقول لكم الطريقان تاعت الطاين تاعو مني نوصلو الطاين تاع الحلوان تاعتنا بالنسبة لشكل الخامس تناخدو حربول تن ندهنو ببيض البيض تناخدو العاجين تنقطعو فاديك الالة اولا فاديك البلاسة اللي تتخرج لنا بحل سباكيتي تتخرج لنا العاجين على شكل خويوت وتن بدو لسقو فاديك الخويوت فاديك الحربون تاعنا را كل شي موض تحى البنات الصورة الاشكال كلهم اللي اقترت لكم اليوم را سهلين غير تبعو مزيان وشوفو شوفو البنات في تتباق نتاع را سهلين بزيان حاولو كتجربو مو ختجربو مغير في العقدة انتات كوكو حاولو تجربو را غادي يصدقو معاكم البنات وبنسبة العقدة انتاع كوكو را حطها في القناة صفي حتى تنلبس هذيك العقدات كاملين تاعي بالعاجين را مض حالبنات الصورة وتنجيب الموس تنقطع تنقطع اللولة وتنبدأ غادي عليها تنقطع تانين كاملين على حسب اللولة دائما تنعبر بها بالنسبة الحلوات قريبا را ستكون فيها 21 جرام في الحلوة الوحدة وشوفو انتو ما القياس اللي بغيتو هيا اما تصغروا الى 21 جرام او لا زيدوا شوفو انتو ما عينكم ميزانكم او اللي على حسب اللي هي نتاعكم سوف اذا نجيب قطعة اللي تنقطعو بها علي شكلو رايدات انتوع الشجرة وتنقطع جوجو رايدات تنحطوهم تلسقوهم بيض البيض تنختص فقوهم لوزا وتنحطوهم تيكون هذيك هو الشكل السادسة البنات اللي تيجي علي شكل جدع الشجرة بالنسبة الحلوة انتنا تنستفوها كاملة في الطعوة تنحطوها في بلاسة اللي هكا ضرب فيها لهو وتنخليوها تبات بالنسبة الحلوة خليوها لبناتبات خصوصا لمبتدئات نساوها وخليوها تبات حتى تنشوفهم مزيان باش منين ندخلوها لفران ما يخسرش لكم شكل ساعة تنجيبو كيف ما قلت لكم الكعب نتعنا تنطقبوها كامل بنفتحها من التحت ومن الفوق او للإبرة تنطقبوها من الإبرة من التحت حانت بزالة اللي بنات يقولي ايش ناي نفتحها للإبرة اللي بنات تنطقبوها من التحت ومن الفوق ومن الجنب باش ما يتنفخش لنا في الفرران وتنجيب الزبدة من الأفضل تكون حيوانية تندوبها حتى تتحيد منها هذيك الحليب وتندهن بها هذو الكعيبات نتوعي كاملين من الفوق من الجناب من اللور المهم تتشربوه مزيان بالزيت والصراحة بالزبدة الصراحة منين تتبو تعتوفهم مادا كل ماداق نتع الزبدة انهو زيت يجيو خاطيرين من الأفضل كيف ما قلت لكم تقدموهم بالزبدة حيوانية باش يجيو ماداق نتعهم بالزبدة وتندهن الحلويات نتوعي كاملين بادك الزبدة فدرون يندينو ماداق باش يجيو بنان صراحة وتندخلوهم الفرران فبنسبة لطريقة طيين تعمل تنشعلو الفرران تكون دافي تندخلوهم تنبسعوهم من العافية العافية تكون متوسطة شعلي عليهم فقط من التحت وتندخلوهم تتطيبو مالافضلة كتبسمو الفرران واحد شوية باش ما تسدوش عليهم باش ما يتنفخوش لكم تبدو تنحلو تنطلو عليهم صافي حتيتي يبن لنارات تحمروا من تحت متنخلوهم شا البنات يتحمروا من الفق وياخدوا اللون تنعرفو حلويات اللون تيجو قبضا ما تيجيش دا كلون تعمهم محمر بزاف سبو تنخرجوهم بالنسبة للكعبالبنات تندخلو حتى وحتى طيطب الفرران تيكون بسم عليه باش ما يتنفخش لنا ويترتق لنا تنبسمو علي الفرران وتنخليو علي عافية متوسطة حتى طيطب من التحت عاد باش تنخرجوه وغادي نقول لكم اش باقي غادي نديرو ليه بالنسبة الحلوان تعمل الاشكال تعمل تناخدو هنا يننباش تنخرطو مع القليكوس و تندين بها الحلوان تعمل بالنسبة لشكل هاد الشكل اللي اول او لا ما عرفتين لحسب باش حسبنا المهم من البان المهم هادك الشكل اللي ما فيش اللي خدمناها على شكل حربون تناخدو تندينو بنباشو القليكوس و تندين فوقو غرقاعة تنبت فوقو نصف غرقاعة و تنزينها بشوية تعال العقيق من الفوق بالنسبة لهاد الشكل اللي فيه كوكياجا لبنات تن تاو تندهنو بنباشو القليكوس تندير فيه شوية تعال العقيقه كدهبي من الجناب نتاع دوكلوريدات نتاع الكوكياجا بالنسبة للحفيره اللي في الوس تندير فيها عقيقه اللي في اللون دهبي و سوف يتكون لهاده وشك نتاع و دائما تنديرون فادوك القواختات نتاع اللي حلوه بالنسبة للشكل اللي انتاع جدا الشجره حتى واتيت تدهن بالنباشو القليكوس و ترشو من واحد شوية من الفوق بالعقيقه إلا دانتو هما البنات يغرب النباش و تشعلو الفران حتى يسخون تطفو عليها تكون دافيه و تندخلوهم بش تيتبتع لهم هاداك النباشو ما تبقاوش تلسقو لنا في الدينة بالنسبة للقعبال بنات تنخرجوه من ينتيطه من التحت و تندينو من الفوق ببيض اللي بيض مخلط معا شوية تاع السكار غلاسي المهم تندينو دوك الكعيبات كاملين من الجوانب و من اللهر و ترجعو من الفران تقريبا واحد عشرة دقائق المهم على حسب انتوما اللوي اللي بغيتوهش بغيتوهم محمرين بزاف او اللي غير مدهبين شوية يبقا لكم انتوما الاختيار و تكونوا هادوما الاشكال تاعنا بالنسبة للشكل اللي موريتكم مش نتاع المعمول زيه انتو بشوية انتاع العقيق حتى و من الفوق ده انتو بالنباشو الجليكوز درتليها القوي اختات نتاع الحلوة البنات اللي عجبوكم الاقتراحات نتاع اليوم و ما تنسوش تدعموني بلايت بارتاج للفيديو بارتاجوا في جميع مواقع التواصلية جميعين تاعكم باش تزيدوا تشجعوني بالنسبة اللي بيع انتاع الحلوة الحلوة هادوه البنات و 150 درهم الكيلو و شي حاجة الصراحة اللي زويناك اخدموها و بدعو فيها تدحيد ستريس الصراحة للاعمال اليدوية علش اللي ما تخدموش البنات و تصوروا مصيري فيكم و بصحة و راحة ان شاء الله غرحت لكم المزيد من اقتراحات نتاع الحلويات اشتركوا في القناة